السلام عليكم و مرحبا بكم معي في القناة يوم ان شاء الله كيف تشوفوا معي هنحضروا البغيوش بالشوكولات و ايضا بالحشوة دي الشوكولات اللي سرحة كي يجي رقيلا بالنسبة من منظر ديالو ولا احتفل مطاق ديالو فهو كي يجي الديد بزاف كي يجي خفيف ايضا احتفل بالنسبة المقادر والطريقة فبالنسبة المقادر فهي مطفرة و كي تحق اقتصادي بزاف ايضا كيتلاحظ الجميع الاوقات سوى الفطور سوى اللي جود ديك يجيني في مستوى و كانتمنى انكم تجربوا كانتمنى تعجبكم الحلقة اليوم و اقول مرر طريقة تحضر اللي بقى مشاركتي معي في القناة تضغط على زر اشتراك توما تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد و دبا نخليكم مع الطريقة تحضر فبالنسبة طريقة والمقادر اول حاجة كنحتاج هنا جوش كيسان ديالانوا ديال حليب اللي كي يكون دافن ايضا كنضيف نشو كاس ديالانوا ديال زيت نباتية و كنضيف هنا واحد البيضة كاملة و كنضيف واحد البيضة البيضة و كنضيف حملاقة كبيرة ديال الخميرة الفورية او لك تعودها بخميرة المجونة و كنضيف ثمانية جرام ديال الخميرة الحلوانية بعد ما كنغربلوها مزيان و بالنسبة للسكر ساندة فهنا اما كتضيفو كاس صغير ديال السكر ساندة اما كتضيفو نسف كاس ديالانوا ديال السكر ساندة و اذا بريد تبغيوش ديالكم يجي حلو اكتر فكتضيفو كاس ديالانوا ديال السكر ساندة و بعد ما من هذه المكونات ساندة فهنا اخلط كل شي مزيان حتى كالدوبلية الخميرة و هنا بعد ما خلط كل شي مزيان فهنا اضيف تقيق البيض الخاص في الحلويات بعد ما غربتو مقبل بالنسبة لكمية تقيق فعندي هنا 650 جرام تقيق هناك اضيفها بشوي بشوي الخليط و انا كنجمعتها كنكمل كمية ديال الدقيق اللي عندي كاملة و اذا بك ناخد العجين ديالو كنعملو فوق الطبلة ديال العمال باش كنخدمو مزيان و هناك نضيفها لها 50 جرام ديال الزبدة تريام اللي احسن تكون نوية جيدة هناك نضيف تلك الزبدة على العجينة و قم قن العجين فيها حتى كنت نشوف تماما و كيف تلاحظوه فالعجينة تكون خفيفة عدوه و السير باش كتنجن البغيج ديالنا كي جينة خفيف و كي جينة رطب في نفس الوقت و النايام بعد ما عجنت العجينة ديالي مزيان فهناك ناخده و كنقسمها لجوج هناك ناخده العجين اللي اول كنحتفظو به و بالنسبة لعجين تاني فكن نضيف له جوج معلق بار ديال البودرة ديال كاكاو ايضا كنضيف واحد شوية ديال الحليب و كنخلط مزيان و كان عجنت ديال العجينة ديالي مزيان حتى كنحصها له واحد العجينة اللي منسمة ببودرة ديال كاكاو و بالنسبة لعجين التاني فانا كنحتفظ بهيداك بالنور الابيض و بعد ما كان ساليه فانا احتفظ بهم شي انا انا اخدت واحد انا اللي دهن تب شوية زيت نباتيه و كان نعمل فوسطو العجين ديالي و كان نغطيه في البلاستيك الغذائي و كان خليه تاكي بضعف الحجن دياله يعني يحتكي خمر مزيان ايضا نفس الطريقة بالنسبة لعجين الابيض يعني كان خليه تاكي خمره مزيان حتى كنستعمله و هنا كيف كنتشوفو معيه من بعد ما خلينا العجين حتى كيخمر مزيان و كيضاعف الحجم دياله كي يجيب هاتشكل هادا هنا مباشرة كان اخذوه كان خوي منه شوية دياله هوا و من بعد كان نقسم العجين ديالي الى ثمانية ديالطريفة صغر هنا بعد ما كان قسم العجين ديالي في اللون الابيض كان كور ديالي العجين ديالي للشكل كويره تغر ايضا بالنفس الطريقة كانستعمله بالنسبة لعجين ديال البودرة ديالكاكاو كان قسمه على ثمانية ديالكويره تغرين و من بعد كان كوران بهاتشكل كتشوفو معيه و من بعد ما كان سليف فهناه كان اخذ العجين بعد ما كان تلقبت لك فوق طبلة ديالعامل بعد شكل هادا و من بعد كان اخذ واحد سكين و كان قطع العجين على الشكل اشري ترقيقه بهاتشكل هادا و هنا كان استعمل واحد شوية ديالشوكولات انا هنا استعملت الشوكولات الخاص بالتيبان انا بعد ما قطعتها ديالتريفة صغر كنضيفهم ايا اما كيمتلكم ايضا تعوضو الشوكولات ديالتا فدائما كيبقى على حساب اللي متوفر عندكم و بالنسبة لكمية ديالشوكولات يعني كتستعمل كمية اللي بغيتو اهنايا بعد ما كان سليف هادا فانا كنلوي العجين مزيان و كان حصل على لوحة الشكل بحال شكل ديالسيجار و هالطريقة هذي و كان احتفظ بهم بنفس طريقة يعني كان اخذوا العجين لبودرة ديالكاكاو و يعني بنفس طريقة كانت تلقوه و كانضيف له الشوكولات و كان قطع العجين للشكل اشري ترقيقه و كلوها يعني بنفس الشكل يعني كيف شوتوا معي طريقة فهي سهلة و هنهي كان اخذوا المول اللي عن طايفة لبغيوش نعم بعد ما ده هنتوب شرية ديالسيجار هنهي كان اخذ واحد الكاس اي كاس عندكم او لشي قطعه كان منه في الوسط ديال المول به هاتشكل هادا و هنهي كان اخذوا العجين ديالنا و كان وضعوا فوسط المول به هالطريقة هذي يعني بين العجين اللون بنية مع العجين اللون الابيض يعني كان خلي واحد المسافة بعد شكل هادا و كان قايا يعني ما اشرب من نفس الطريقة حتى كان نكمل كمية ديالعجين اللي عندي كاملة و هنهي بعد ما كان نعمر المول ديالي مزين بالعجين فانهي بالنسبة الوسط ديالعجين فانهي كان اخذ شوية ديالعجين في لون البني وايضا في لون الابيض من بعد ما كانتلقوا ميدوح تشيو او من بعد كان اخذ العجين الابيض و كان نعملوا فوق العجين البوني و كانتلقوا مع بعض ديتهم مزيان انا من بعد ما كانتلقاهم مزيان فانهي كان اخذهم و كان قطع ديالعجين على الشكل يعني اشري ترقيقة به هات الشكل اللي كتشوفوا معي او ايضا كانضيف لهم شوية ديالشوكولات و من بعد كانلوه العجين على الشكل دائري و هنهي كانتبته العجين مزيان و هنهي كانتبته العجين اللي كانتبته في الواسط به هات الشكل هادا و كان حصله على البغيوش اللي الصراحة كيجي رائع بالنسبة للمنظر ديالو و هنهي كان غطيه بالبلاستيك الغدائي و كانخليه احتى كيخمر و كيضاعف الحجم ديالو عادا ندخله الفرن و هنهي بعد ما خلينا البغيوش ديالنا احتى كيخمر مزيان كيضاعف الحجم ديالو كيجيب هات الشكل هادا و هنهي كان اخطوطك السفرط البيض اللي بقالينا في الاول كان دعم به الوجه ديالبغيوش و هنهي مباشرة كان دخله الفرن على درجة الحرارة 180 درجة بعد ما كانكونو سفرطه في الواسطة بعد ما كتب لنا البغيوش ديالنا هكتجيب هات الشكل هادا هنهي مباشرة كان قلبها بتبسل ديال تقديم و بالنسبة لتزين فهو كيبقى اختياري فانا هنهي كان زينها بشوية ديالنا فاش و كانخلي البغيوش ديالنا حتى كتبرد من زيان و من بعد كنقدموها و هنهيان و ريالكم كيفش كتجي من الداخل فهي كتجيب ديال طبقات ديال العجن ديال كاكا و مع العجن الابيض صراحة و مع الشوكولات فهي صراحة كتجي لديدة بزف و كتجي خفيفة كيف كتشوفوا معي انا هنهي اتحمرت لي واحد شوية لكن مش مشكل هيدا كوجات صراحة جديدة بزف كانت منع انكم تجربوها فكيف شفتوا الطريقة دياله فهي سهلة و بسيطة بمقادر ايضا ليهي مطفرة و كتح اقتصادية بزف كانت منع تعجبكم الحلقة اليوم و اذا اجبتكم الحلقة ما تنسوا اجتماعي الاعجاب ايضا شاركوا الفيديو دياله مرأة استقاعد لكم باش كتوامل فايدا ان شاء الله للجميع و دبا خليكم على خير اسلام عليكم اشتركوا في القناة